مشاهدي الكرام ننوه إلى حضراتكم وجود هذا الخبر العاجل حيث شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في واشنطن في مأدوبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وبحضور كل من السيدة سوزان كلارك الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية والسيد جون كريستمان رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي بالإضافة إلى رؤساء ومدير العديد من كبرى الشركات الأمريكية وصراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن العشاء شهد حوارا مفتوحا مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي الحاضرين والذين أبدوا اهتماما بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة حيث أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعاوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كل العقابات أمامهم معربا سيادته عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة هو مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمار ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين كما أشار الرئيس إلى المباحثات المثمرة التي أجراها خلال زيارته إلى واشنطن مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لا سيام على الصعيد الاقتصادي حيث تم التركيز على سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر خاصة في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وقد أشاد الحضور بالتقدم المحرز في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر لا سيما من خلال التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه فضلا عن المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجا وقصة نجاح يحتذا بها على الصعيد الدولي خاصة في ظل الصمود الذي أبداه الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية المتراحقة مؤخرا وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتحقيق الاقتصاد المصري نموا إيجابيا فاق التوقعات وتفوق على العديد من الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم مع الإعراب عن الحرص على العمل خلال الفترة القادمة على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر في مختلف المجالات لسيام الصحة والتكنولوجيا والسياحة إلى جانب مجال الطاقة خاصة الجديدة والمتجددة في ظل القيادة الناجحة لمصر لعمل المناخ الدولي بعد استضافتها الناجحة للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ كوب 27 في شهر نوفمبر الماضي وأكد الرئيس اعتزام مصر مواصلة جهود الإصلاح والتطوير في ظل تنفيذ رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030 مشددا على تقدير مصر العلاقة الاستراتيجية الخاصة مع الولايات المتحدة والترحيب في هذا الصدد بتزيد نشاط الشركات الأمريكية العاملة في مصر كما أشار الرئيس على وجه الخصوص إلى أن مخرجات قمة المناخ بشرم الشيخ تفتح آفاقا واسعة للتعاون بين الجانبين في مجالات متعددة خاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تقدم مصر العديد من الحوافز للشركات الدولية من أجل الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهايدروجين الأخضر في إطار الجهود المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة مؤكدا تطلع مصر إلى اغتنام الشركات الأمريكية لتلك الفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر